اشتركوا في القناة وسيتم مشاركته عدة مرات معنا اليوم بعض الأشخاص الذين مروا ببعض تلك اللحظات في هذا المقطع سأوضح لكم ذلك من الأفضل لكم البقاء معنا ومشاهدة المقطع لأنني سأريكم اليوم سبع لحظات محرجة حدثت على شاشات التلفاز وأنت تعرف قبل أن نبدأ لا تنسى أن تترك لي إعجابا هذه الإعلامية مشهورة جدا في دولة البرازيل لكن حتى الأكثر خبرة يرتكبون أخطاء فكما لو كانت ممسوسة فجأة تغيرت نظرتها بغرابة شديدة وارتبكت في طريقة كلامها فكان هذا مخزيا جدا كانت هذه المراسلة أيضا على الشاطئ ولم تستطع تحمل الرغبة في خلع ملابسها ونزول البحر وبقيت في ثوب السباحة ولكن بعد قليل سقطت ملابس السباحة الخاصة بها كان هذا محرجا لها جدا الأوسكار بلا شك من أهم الجوائز الموجودة في العالم كله يتم منحوها لأكاديميات الفنون والعلوم هنا للأفلام السلمائية أو ببرة أخرى كل ما يتعلق بها حدثت اللحظة التالية عام 2013 عندما حصلت جينيفر لورنس على جائزة أفضل ممثلة الآن هي لا تفضل تذكر هذا اليوم حيث حدث شيء كارثي بالنسبة لها فعند الصعود للحصول على الجائزة عن طريق الخطأ تعثرت وسقطت أمام العديد من الممثلين والعديد من المحطات التلفازية التي تبث فاعليات الاحتفال كاتي بيري واحدة من أكثر المطربات المشهورة في العالم عرضها لا تصدق وصوتها منذهل جدا الشيء السيء الوحيد هو محاولة إثارة إعجاب جمهورها فكان الإحراج سيد الموقف حيث أرادت التظاهر بمهوبتها مع آلة الفلوت ويفدو أن كل شيء يسير على ما يرام كان الجمهور متحمسا بفضل أدائها على الفلوت ولكن بعد ذلك أخطأت وأخرج الصوت دون أن تنفخ على الفلوت مما أضح أن بيري كانت تتظاهر بلمسها وهذا جعلها محرجة جدا ملكة جمال العالم وحدة من أكثر المسابقات أناقة التي تكافئ جمال النساء من جميع أنحاء العالم وهناك الكثير من المنظمات التي من نادر أن يكون هناك شخص مخطئ فيها ليس هناك الكثير من الأخطاء لكن هذا الخطأ كان كبيرا حيث إنه عند الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية في وسط المسرح الممثل الشهير ستيف هارفي هو من سيعلن الفائزة قال أريانا جوتي ريز ومن ثم بدأت في الاحتفال والشكر وشكرة الجمهور وحتى إرسال القبلات من الواضح أن الفائزة كانت متحمسة جدا ولكن بعد دقائق قال المذيع إنه كان مخطئا وأخطأ ليرفع التاج من ملكة جمال كولمبيا ويكون لملكة جمال الفلبين عموما النساء عند ارتداء ملابس قصيرة يعتنون بأنفسهم بشكل خاص لكن المضيف التالي نسيت كل ذلك في العرض من برنامج برافو ستايل لم تفاجئ الجمهور فحسب بل أيضا كل الإنترنت فجأة بدأت المقدمة تشعر بشيء ما جعلها غير مرتاحة وبدأت في الجاري ورفعت النورتها لإزالة ما يؤذيها في وقت لاحق في المقابلات ذكرت أنه كان عن كبوتا وأنها لا تهتم بالشكل العام كل ما تريده هو إخراجها من ملابسها لا أعرف هذه الأعلامية أو مكانها أو حتى اسمها ولكن أصبحت معروفة جدا لعدم قدرتها على كبح الضحك أثناء تحدثها عن تهريب المواد المحظورة عند الإعلان عن الأخبار لم تستطع التوقف عن الضحك على الرغم من جدية الأخبار التي تعرضها هذا كان كل شيء أتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم فإذا كان الأمر كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ترجمة نانسي قنقر شكرا